زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة يوم التضامن الإنساني وكما نتضامن مع البشر والحرب المستمرة والمستعرة على أكثر من شهرين في قطاع غزة نتضامن أيضا مع الحجر والأثر لأنه فيه استهداف ممنهج لآلة القتل الإسرائيلية للأثار في قطاع غزة قائمة طويلة جدا بنتكلم على المسجد العمري بنتكلم على كنيسة الروم الأرتدوكس بنتكلم على مخطوطات ووثائق ومكتبات داخل قطاع غزة الصراع مش بس صراع بيتمثل في عمليات عسكرية لكن صراع ليه بعد حضاري وبعد ثقافي مهم جدا وده موجود بشكل كبير وإحنا شاهدناه منه خلال الأيام الماضية شيء بيتنافى مع كل المواثيق الدولية والإنسانية كمان التاريخ كان له كلمتو زي ما احنا شفناه على مدارس دين فيما يخص ما ترتكبه إسرائيل من جرائم ونقد للمعهدات ده اللي هنتكلم فيه مع الكاتب الصحفي الأستاذ إيهاب الحضري اللي مش هورفنا ومنورنا النهاردة في الستوديو بنسعد بوجود حضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أستاذي أستاذ إيهاب لما نجي نتكلم عن تاريخ الجرائم الإسرائيلية في العصر الحديث واللي تنافت مع كل ما دعت إليه قيم التضامن للإنسان طبعا هو فيه مشكلة أساسية عندنا احنا تحديدا كمان كعرب ويمكن هي مش مشكلة هو تعطف إنساني وتضامن إنساني مهم جدا يعني لما نبقى بنشوف أعداد الضحايا اللي عملة تتزايد بشكل مستمر لحد مبارح آخر إحصائية بتقول إن احنا قدام 19,667 شهيد غير تقريبا حوالي 50,000 جريح شلالات الدم دي بتخلينا ننسى يعني أو ما نديش أهمية للتراث هل ده طبيعي؟ آه طبيعي إنسانيا بس فيه مشكلة أساسية إن الطرف الآخر العدو طول الوقت شغال على أكتر من اتجاه يعني هو بيشتغل بيضرب ويقتل ويشرد ويعمل عمايات نزوح قصري وفي نفس الوقت عارف هو بيضرب إيه وبيضرب منشآت إيه إحنا عندنا معاهدات دولية بتنص على حماية الممتلكات التراثية والممتلكات الثقافية خلال الحروب زي اتفاقية لهاي ساعة 54 طيب إحنا عندنا اتفاقيات دولية كمان بتحمي البشر وبتحمي المدنيين العزل في كل الأحوال إسرائيل بتخترق كل القواعد وكل القوانين الدولية اللي بيحصل في غزة إحنا كلنا مهتمين بالجانب الإنساني زي ما الأستاذ محمد قال فيه آثار تم تدمرها حالياً الخصر هيبقى صعب لأسباب مهمة جداً إحنا منشغلين بإزاي ننقذ الضحايا والأبرياء والكلام ده كله وما فيش حد منشغل قوي في تحت القصف المكسب ده اللي هو يمكن قذيفة كل خمس ثواني أو حاجة ما حدش منشغل أو ما حدش لقي وقت علشان يخصر الأثار اللي هي تم تدمرها والمواقع الأثارية التي تدمرها قطاع غزة قطاع قديم يعني مدينة غزة يقدر مثلاً عمرها بتلات تلاف سنة على الأقل عندنا أثار في غزة أثار في جبلية في دير البلح في خان يونس في رفح نفسها وبالتالي فالمواقع الأثارية أثار على فكرة أثار بتنتمي لكل الأصور بزنطية ورومانية وفي عندنا إسلامي ومسيحي وما إلى ذلك أعمالية الضرب أنا شايف أنها عمالية ممنهجة مش فكرة أنه يضرب يعني مش فكرة أنه هو دي أثار أو أعراض جانبية للقصف لا لأن تاريخ الاحتلال معروف هو بيعمل إيه بيستهدف الهوية ويستهدف الحضارة لسبب مهم جداً هو اغتصب الأرض من سنين وبالتالي فهو بيحاول يعمل عملية إحياء لتاريخ مزعوم لأن التاريخ المزعوم ده هو اللي بيدعم الوجود والاستلاء على الأرض طيب بيعمل حفائر وبيعمل شغل حفائر مكثفة جداً علشان يثبت حاجة مش هونش عارف يثبتها وفي المقابل بيعمل إيه؟ أي أثار يعني ضد فكرته أو ضد بيحاول أنه يدمرها أو بيحاول يزايفها يعني من كلام حضرتك إلى جانب يعني صرقة الأرض فيه صرقة للذاكرة وللتاريخ ليش بس الجغرافيا لكن هو بيحاول يثبت روايته التاريخية أو المزاعم الإسرائيلية بشكل كبير حضرتك من أكثر الصحفيين اهتماماً بملف الأثار من فترات طويلة وأصدرت كتاب من 2002 لما حصل اكتياح لبعض المدن زي نابلس وبيت لحم وتحدثت عن أهمية تثبيت الذاكرة الفلسطينية بالتوثيق والحديث كان كتاب عن الاستراتيجية الخاصة بتهويد الاستراتيجية الإسرائيلية لتهويد فلسطين بشكل التاريخ لا التاريخ بالصفة عام هذا المنهج الإسرائيلي كيف تبعته وما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات لصرقة الذاكرة العربية هو في كتاب اغتصاب الذاكرة الاستراتيجات الإسرائيلية لتهويد التاريخ كانت البداية فعلا زي محرق قلت من الاجتياح اللي حصل سنة 2002 لثلاث مدن فلسطينية عفوا اللي هي نابلس وبيت لحم والخليل المشكلة الأساسية اللي بتدت تظهر أو بتدت تجزي بانتباهي في الوقت ده انت عامل اجتياح الاجتياح أسكري لما يبقى اللي جان الوطنية التبع لليونسكو بتستنجد ويبقى عندنا في نابلس لوحدها في اجتياح استمر كم يوم نلاقي ان احنا أمام 300 أثر تم تدميرهم كليا أو جزئيا يبقى احنا قدام عالمة استفاهم كبيرة جدا لما بطلقنا بحسب موضوع لقيت ان العملية لأ ده ده منهج منهج بيتعمل في كل مكان مش بس في فلسطين لأن هما استهدفوا آثار الجولان في سوريا وعراق استهدفوا آثار سيناء وحتى في غزو العراق سنة 2003 تم استهداف أماكن معينة أوكي بالقصف الأمريكي بس متحف بغداد تحديدا أنا ما أقدرش أتغضى عن فكرة انه كان فيه شغل معين لأن فيه لوحة السمي البابيل التي تشعرهم بالعار دائما وبالتالي فهي كان مستهدفة وتم التهذير وقبلها يا جماعة خلوا بالكم اللوحة دي وخبوها قبل الاجتياح أو الغزو الأمريكي طيب مش بس على مستوى الواقع العملي ده فيه على مستوى البحاث النظرية امتدوا حتى لليمن هما الحكاية باختصار أي أحداث متعلقة بالتاريخ التوراطي بيحاولوا يحيوها وبالتالي فإحنا قدام صطو ممنهج على الذاكرة قدام محاولات تزييف قدام مش بس كده اختلاق وقائع تبدو جذابة علشان تسيطر على الناس يعني يجي يقولك مثلا إن اللي حرر مصر من الهكسوس مش أحمس من ضمن التسارديات الخرافية اللي هي دماخب ده نبي شقول يا جماعة ازاي بس ويبتدي زي الأخ فلايكوفيسكي عمل ده في عصور في فوضى ألم تاريخ العالم علشان يخدم النظرية الصهيونية حتى قبل ما يتقال إنها صهيونية أو إلى غيره المهم اللي بيحصل على الأرض كتير جدا حصل وتنهبت أثار صينة اتنهبت أثار الجولان يعني يكفي أن أنا أقول لحررتك إن من سنة لما حصل حرب سبعة وستين التقوات الإسرائيلية كانت بتدخل البلاد دخلت الجولان ودخلت سينة اللي حصل إن هم خبراء الأثار بتاعهم مش بس في جيدة في الصفوف الأولى لما أجي أكلمك عن فكرة الحفاير اللي حصلت في الجولان خلال الفترة دي يكفي أقولك إن بعثة واحدة عملت حفاير كمحة متين وتسعة حفاير من سبعة وستين لثمانية وستين في سنة واحدة في سنة واحدة معدلها أي بأثة مثلا بتعمل بتقوض البيأثة دي ممكن أن إنت فيه بعثتش غالة في مصر بقالها تتتين واربعين سنة في مكان واحد في مكان واحد وبالتالي فأنت هنا مش بتعمل حفاير أنت عمل بتنقع بعيد ستوصل لحاجة ومش عارف توصل لها وبالتالي فأنت في طريقك بتدمر طب يا جماعة ما عندنا اتفاقية اللي هاي اللي هي معمولة أساسا علشان حماية الممتلكات الثقافية أمالش هو عذر أنه من إمتى إسرائيل بتحترم أي اتفاقات ولا بتاخدع لأي منطق خلي بالك الاتفاقية دي في البروتوكول التاني وقعت سنة 54 في البروتوكول التاني بتاعها اللي صدر سنة 99 الفصل الرابع بيحدد الانتهاكات ومقسم انتهاكات خطيرة وانتهاكات أخرى انتهاكات الخطيرة دي كان فيها الفصل الرابع ده مخصص أو البروتوكول التاني مخصص للمسؤولية الجنائية والولاية القضائية يعني احنا بنخط هواء المعينة طيب اتخاذ الأماكن أو الممتلكات الثقافية هدف للهجوم مجرم استخدامها في دعم عمل عسكري مجرم تعرضها لضمار شامل مجرم السطو وبعدين دي مصطلحات قانونية أي حد يقول لي الفرق برم السطو النهب الاختلاص والتخريب ده كله ممنوعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حددت اللي هو تم إقراره في روما سنة 98 حدد جرائم الحرب جرائم الحرب كان منها استهداف المنشآت المخصصة للعبادة صحية العلمية العملية والآثار اللي هي الآثار والمجهات التاريخية هل قابت إسرائيل بالاطلاع على كل هذه اللقات منافذتها تماما لا أكيد مطالع يعني كل ما هو جرم لا لا طبعا هي اللي هجمته بالضبط عشان تبقى أخرقت كله سواء المهم في حاجة بقى كمان إحنا دايما بنتكلم عن فكرة أن لابد من مقاضات إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بنتكلم عن جرائم ضد البشر طيب ما أنا عندي كمان في المعاهدات والأنظمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ما يفتح ليه باب آخر للمقاضاة هو الجرائم ضد الحجر وده مهم جدا لأن على فكرة المشكلة الأساسية لأنهم على وعي بالحكاية دي مش بس بيخربوا مش بس بيسرقوا مش بس بيالحابوا ويبيعوا إنما كمان بيبتدوا بيعملوا عمية تزوير أو تزييف أو تزييف بس يعني بطريقة إزاي في الكتاب أنا أورط يعني شهادة كان قادلة بها مندوب العراق المندوب معلش اللي بنام في جامعة الدول العربية وقال إن في الاجتياح اللي حصل لجنوب لبنان مش بس كانوا بيعملوا عمليات تنقيب عشوائية وسطو وسرق وكلام ده كله إنما كمان عملوا عمل خطير جدا هو فكرة زراعة مجموعة من مش الأثار بقى التماثيل وده في ما كان معينة في جنوب لبنان بحيث إن هي بعد كده تيجي أي بعثات تزبط متكشافها ممكن من خلال بعثات لبنانية أو بعثات عربية أو دولية وتبتدي تعمل قراءات العملية كان بالنسبة لي في الأول خيالها المي لحد ما اتكلمت مع خبيل في الترميم والصديق الدكتور محمد ونهم وكيل كلية الفنون الجميلة بالمينيا وابتدى يكلمني عن الآليات والتقنيات اللي بتعمل ده وبتخلي الأثر تخلي المنقول المزيف ده يبدو كأثر حتى قد ينخدع بعض الخبراء فيه ده جميل جدا وزي محرك قلت إنه ده بش بس في حرب غزة الأخيرة لكن ده نهج إسرائيل في حروب سابقة في لبنان اجتياح بيروت أو في حرب سبعة وستين جولان حتى في سيناء موشي ديان كان معروف عنه يعني افتتانه بالأثر ومقتنياته وكان ليه ماتحف خاص يعني كان دخل سيناء واخد بعض المقتنيات الأثرية مشهورة جدا من الوقاعة دي عايزة أسأل حضرتك غزة الآن بتكلم على المسجد العمري بتكلم على كنيسة مهمة جدا الروم الأرثوذوكس بتكلم على جباليا وغيرها بعض الأماكن كيف نحمي هذا الأثر يعني أمام هذا السطو الممنهج على الذاكرة الفلسطينية العربية إحنا كيف نثبت هذه الذاكرة كيف نحمي أثرنا طبعا تحت القصف صعب جدا الرصد والتوثيق لكن الدور العربي والفلسطيني لحماية الذاكرة العربية أعتقد أننا لا نملك في مثل هذه الظروف إلا التوثيق توثيق يعني حصل إيه في المسجد في العمري في الكنيسة مش قادر تحمي البشر بصير ما بالك بالحجر يعني وحتى لو جيت أنت يعني حتى الناس الإخوة الفلسطيني نفسهم لو جيت كلمت في الوقت ده عن كذا هم في أولويات دايما في النهاية أو في البداية البشر هم الأساس وبالتالي إحنا قدام عملية محو أو محاولة محو للذاكرة واقتصاب ذاكرة وبالتالي فلا بد أن يكون هناك توثيق أولا توثيق لما قبل ورصد لما يحدث ده المسجد العمري كيف كان وكيف أصبح وكيف أصبح والأساس بتاعه إيه لسبب مهم جدا هقول لحركة عليها إيه كانت المشكلة اللي بتواجه مصر وسوريا في يوم من الأيام بعد الاحتلال سبعة وستين كانت المشكلة الأساسية عندنا إن كان فيه إهمال لأثار سيناء وآثار الجولان من حيث التوثيق يعني فأنت لما تيجي تتكلم على فكرة ده خده طب ماشي إيه الحصر هات للكشوفات اللي كانت ده غير عماية التنقيب كمان إنما اللي حتى كان تم اكتشافه إنت مش موسقه بشكل صحيح وبالتالي فالتوثيق هو اللي هيحمده إنت عندك هم بيعملوا تنقيب في غزة ما عملوش تنقيب لإن هم 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 واحد يبقى عندي التوثيق هو المهم لكي لا تتكرر المشكلة اللي حصلت في سيناء والجولان أنا في الكتاب اغتصاب الزاكرة عانيت كثيرا علشان أجمع معلومات أنا ما عملتش ممكن عملت مجهود قيم أو مش قيم ده مش أنا اللي أحكم عليه بس أعتقد اللي أقدر أحسمه إن الكتاب كان أكبر تجميع لهذه لهذا المزيج المختلف في الدولة المعينة ودولة المختلفة لأن ما كانش فيه أحيان كتير حصر لحاجات كتير الجولان نفسها أنت ما عندكش ما كانش فيه حصر ولا توصيق وفي سيناء ما فيش وبالتالي فالحصر والتوصيق هو الذي يحمي الزاكرة هو هدفهم محواه إنما لما يبقى ده موجود في أفلام تسجيلية وفي كتب وفي منشورات علمية وفي منشورات للعامة ده مهم جدا بالنسبة لي ليه لأن اللي بيحصل هيحصل وأنا أعتقد إن احنا هنكتشف بعد انتهاء هذا العلوان كارفة غير مسبوقة لأننا قدام قصف مكسف بطريقة ما حصلتش عدد الضحايا فوق عدد ضحايا خروب كاملة المساحة المستهدفة بعدد بعدد القزائف اللي بتلقى احنا قدام قدام فعلا عملية تدمير ممنهج شامل وبالتالي فحفاظ على الزاكرة لابد إنه يكون موجود على شمة الكرش مقاسي لأننا احنا قدام مجازر للحضر وده دور مهم لمؤسسات كثيرة جدا ثقافية في العالم العربي وأفراد ودور حضرتك ودور الصحفيين والكتاب المهتمين بملف الآثار إنه هما يوثقوا ويكتبوا كتب ويرصدوا ما يحدث من اعتداء مش بس على البشر على الحجر أيضا والآثر بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ إيهاد الحضر لنورتنا وشرفتنا ربنا بارك بك شكرا جزيلا شكرا جزيلا بك شكرا جزيلا